اعلن مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء عن اسماء منتسبية الدفعة السادسة من برنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية البالغ عددهم خمسة عشر شخصا من مختلف الجهات الحكومية اذا تم اختيار القائمة النهائية للدفعة السادسة بعد ان خبع المنتسبون لمراحل مختلفة من الفرز والتقييم بحسب الشروط والمعايير التي تم تحديدها بعناية فائقة ما يحقق رؤية واهداف البرنامج التي خلصت الى التالية اسماؤهم احمد راشد الكواري الجهاز الوطني للارادات امينة احمد يوسف صندوق العمل تمكين انس ايمن العريض صندوق العمل تمكين بلقيس خالد عبداللطيف وزارة المواصلات والاتصالات جعفر سامي التاجر هيئة الكهرباء والماء الشيخ خليفة بن دعيجة الخليفة وزارة الاسكان سارة يوسف الهادي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعود عبدالعزيز البن علي وزارة الداخلية سلمان عباس العفو صندوق العمل تمكين عبدالعزيز باسم الحمر وزارة الداخلية علي سامي بخماس ديوان الخدمة المدنية فاطمة محمد عبدالرضى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فجر يوسف محمد مجلس التنمية الاقتصادية قاسم احمد البقالي بولي تيكنيك البحرين يسرى منصور قدمي الجهاز الوطني للارادات من جانبه هنى شيخ فهد بن عبدالرحمن الخليفة المدير العام لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء منتسبية دفعة السادسة الذين اشتازوا المعايير المطلوبة بنجاح للانضمام في البرنامج موكدا بان البرنامج يعكس رؤية صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في الاستثمار في الكوادر الوطنية وتطوير هذه الكفاءات الشابة وصقل مهاراتهم القيادية بما يسهم في تطوير اداء العمل الحكومي بشكل فاعل ويحقق التطلعات المنشودة واشارى المدير العام لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الى ان الاقبال الكبير من قبل المتقدمين على البرنامج يعكس مدى ما حققه البرنامج من نجاحا منذ انطلاقته واسهمه في تشجيع القيادات الواعدة في القطاع الحكومي في خدمة الوطن مشيدا بما قدمته الدفعات السابقة من منتسبية البرنامج من عطاء وانجاز خلال فترة انتدابهم في مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وحرصهم على التطوير واكتساب المزيد من الخبرات متمنيا لمنتسبية الدفعة السادسة كل التوفيق والاستفادة من كافة الفرص التطويرية التي يوفرها لهم البرنامج خلال فترة انتدابهم جدير بالذكر بأن المنظمين في برنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية تنتهي فترة انتدابهم لدى المكتب بعد عام كامل من الانتداب لعودوا بعد ذلك الى مواقع عملهم في القطاع الحكومي لتطويرها بمختلف المهارات التي تم اكتسابها لرفض المساعد التطويرية بكل ابداع وابتكار